السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكتشف برنامج ومجاني ومتخصص في 3D اسمه ونجي 3D. طيب دلوقتي عايزين نبدأ نرسم شكل فهدوسراء كليك واقول له كيوب. ايه سنعمل المكعب بالشكل دوت ممكن تقول له استندر. لاحظ ان كل شكل بيظهر معي هنا. فممكن نختار مسلا دوت. هنا بتبدأ بقت تقول له نختار نقطس هختار خطوط. اختار اشكال او جانب يعني. تمام? اختار او هختار الشكل كله. تمام? لما تدوس مرة تانية بيبدأ يشيل السلام. طيب. هاجي هنا مسلا عدوة هلاقي لما دوس راك جريك يطلع لقائمة كده. ممكن تقول له موف روتيت سكيل. طبعا القامة دي بتختلف حسب الاختيار اللي انت مختاره فوق. فلو انا بتقول له موف هيقول انت عايز في الاكس ولا في الواي ولا في الزد. فبتبدأ تختار مثلا الواي مثلا هوت. فتبدأ ترفع الشكل زي ما تشايف. راك جريك يطلع لقائمة دي تبقى تختار منها. ندوس هنا. وممكن بقى تدوس بالبقرة فيبدأ يحرق لك الشكل زي ما انت شايف. تمام? ممكن مسلا نقول له احنا عايزين نختار من الجواني فنختار مسلا الجنب ده والجنب دوت. وممكن تدوس راك جريك وتبدأ تشوف ايه الاوامر اللي موجودة عندك هنا. ممكن تقول له مسلا بريدج فيبدأ يرسم لك او يوصل بينهم بالشكل دوت. ممكن تختار جنبي من دول وتدوس هنا وتقول له مسلا انا عايز اعمل مسلا بالشكل دوت. فبيقول لك انت عايز في الواي ولا في الزد دول في الاكس. ممكن تدوس هنا وتقول له مسلا انا عايز بتعمل انسيرت. وتبدأ ترسم حاجة بجوه كده. ممكن تدوس هنا بقدر ما تقول له انسيرت. تقول له انت روت. فبيبدا يرسم لك بالشكل دوت. كل واحدة من دول بيبقى ليها الاوامر الخاصة بيها. يعني تقدر تستعمل سيليك دي كده. هتلاقي الاوامر فلا تريد ان هتلاقي بلان قط مسلا. في الاكس او في الواي او في الزد مسلا. يبدأ يقول لك ترسم الحاجة دي فين. ممكن تقول له انا عايز ارسم خطوط. فتدوس هنا. تلاقي قائمة اختلفة فممكن تقول له قط او كونكت او بيفل او لو كونكت. زي ما انت عايز. اهو. ده مسلا بتعمل اكسترود لي الخطوط نفسها. من شكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اختار مسلا الجزء اللي فوق هنا. وممكن تبقى تقول له ليفت. تقول له بيفل زي ما انت عايز. كل امر من دول هيبدأ بقى ايه ينفذ الامر زي ما انت. خي. وتقدر من انها تظهر العنصر او تخفيه او تقفلو لو انت حابب. نحوة تقدر تخفيه تقفلو. تشوفو كخطوط وهكذا. شكل دوت. ممكن مسلا نختار مسلا ان انا عايز الجزء دوت. تقول له سليكت. تقول له انا عايز اعمل سيميلر. اعمل سليكت للعناصر اللي المتشفى معاه. وبعده كان كنت تقول له انسرت. وبعده كان كنت تقول له مثلا نكسترود. لفوق او لتحت زي ما انت شايف. فوامل البرامج المجانية القوية اللي تقدر تعمل بها اشكال ومجسمات سليسية الابعاد بشكل قوي.